بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المصرفية النهاردة كان اجتماع لجنة السياسية النقدية في البنك المركزي لتحديد اسعار الفايدة بالنسبة للفترة المقبلة نتكلم عن الاجتماع والقرار اللي تم اتخاذه وعن توقعات المؤسسات الدولية لمتوسط معدل التدخل بالنسبة لمصر في خلال عام 20-24 وتوقعاتها للاقتصاد المصري هنتكلم برضو على الدهب اللي بعد ما حقق مستويات قياسية جديدة وابتدى يتراجع وفي خلال اخر يومين فقط تراجع باكتر من 60 دولار للوقية الوحدة بعد شدور محضر الاجتماع الفيدرال الامريكي نتكلم عن اسباب التراجع ده ويهيه المتوقع بالنسبة للفترة المقبلة من ضمن الحاجات اللي نتكلم عنها برضو هو البورسة المصرية واخر التوقعات بالنسبة العام 20-24 فاحدث مذكرة بحثية صدرت مؤخرا وعن المستويات القياسية جديدة اللي ممكن يحققها المؤشر التلاتين بس لو حركت فرجت عن القناة بكده ولسه ما اشتركتش استعدانك تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان تجيلك اشارات الحلقات الجديدة لو دي اول مرة اتفرج على الحلقة الاول ادى عجبتك اشترك في القناة وفعل الجرس ودوس لايك واعمل شئر عشان ناس تقدر تستفيد ادى ما عجبتكش دوس دوس لايك وقول لي سبب في التعليقات هميني جدا ان انا عرف رأي حضرتك نبدأ باجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي النهاردة ادى اول اجتماع بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وتلات اجتماع في خلال عام عشرين اربعة وعشرين اول اجتماع رفع معدلات الفايدة بانتين نقطة اساس وتاني اجتماع اللي هو تم فيه تحرير سعر الصرف كان بستمائة نقطة اساس باجمالي تمنمائة نقطة اساس النهاردة للجنة السياسات النقدية طبعا بعد النظر على البيانات الاقتصادية سواء معدلات النموة او بالنسبة لبيانات البطالة ومعدلات البطالة اللي تراجعت في الفترة الاخيرة وبيانات الاقتصاد العالمي وطوقاتها لأسعار السلع عالمين ومعدلات التضخم تم اتخاذ القرار بتثبيت معدلات الفايدة عند 27 وربع في المية بالنسبة للإيداع للليلة الوحدة و28 وربع للإقراض للليلة الوحدة الإيداع والإقراض للليلة الوحدة ده زي ما حضركم عارفين وكننا تكلمنا مع بعض قبل كده في الموضوع ده بيبقى في تعاملات ما بين البنك المركزي وما بين البنوك وفي نفس الوقت استرشدي للبنوك علشان تحدد العائد على الأوعية الادخارية للعملاء بتاعتها سواء شهادات أو غيره من الأدوات الادخارية طبعا كده المتوقع نظريا أن ما يحصلش أي تعديل على الشهادات اللي موجودة في السوق المصري حاليا بس كان فيه تصريحات لأستاذ محمد الإتريبي رئيس الاتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم في الاجتماع القادم اللي هي لجنة الألكو هتبحث خفض معدلات الفايدة على الشهادة اللي هي بـ 27% سنوين الاجتماع القادم بالنسبة لبنك مصر هل هيتم التخفيض فعلا على الشهادة دي ولا هتستمر لحد الاجتماع التالي للبنك المركزي اللي هيبقى في شهر يوليو إن شاء الله بالتبعية طبعا لو حصل أن هو بنك مصر خفض العائد على الشهادة دي هنلاقي أن البنك الأهلي نفس الكلام لأنه عادة الشهادتين دول ماشيين بالتوازي مع بعض من خلال البنك القرار اللي تم اتخاذه ده بجانب طبعا عمليات السوق المفتوح اللي تمت في الفترة السابقة وده من أحد أدوات البنك المركزي لخفض معدلات التضخم يعني بيعمل البنك المركزي بيعمل عمليات طرح السوق المفتوح يعني بيشوف فائد السيولة اللي موجودة عند البنوك بياخدها في صورة وداية عنده لمدة سبعة أيام وتم الموضوع ده ثلاث مرات في خلال الفترة السابقة أول مرة وتاني مرة كان في حدود تريليون جنيه مصري آخر مرة تمت الأسبوع ده كان بحوالي تمنمائة وستين مليون جنيه ده علشان ينتص السيولة الزيادة اللي موجودة في السوق وفي نفس الوقت بيقلل المعروض النقضي فبيقلل معدلات التضخم في الاستخدام البنك المركزي لجميع الأدوات اللي موجودة عنده سواء معدلات الفايدة أو من عمليات السوق المفتوحة وكل ده ان شاء الله في الفترة المقبلة هيساهم في أن يحصل خفض المعدلات التضخم بعض المؤسسات الدولية بتادت تتوقع متوسط معدلات التضخم بالنسبة لمصر في خلال عام 20-24 من مورجان ستانلي اللي توقع أن متوسط معدلات التضخم في خلال العام تبقى في حدود الـ 31-10% أما Bank of America والدويتشبانك اللي اتنين توقعوا أن متوسط معدل التضخم يبقى في حدود الـ 24% بالنسبة لموكالة فتش توقعت أن يبقى في حدود الـ 23% أما معهد التمويل الدولي توقع أن يبقى في حدود الـ 22.5% آخر توقع اللي هو توقع جولمان ساكس اللي توقع أن يبقى في حدود الـ 17-12-10% ده التوقعات الخاصة ومتوسط معدل التضخم لخلال عام 20-24 بالنسبة للمؤسسات الدولية وتوقعها المصر نفس الوقت توقعات شركة BMI التبعة لوكالة Fashy Solutions بتقول أن الحرب الدائرة حاليا في غزة هي أكبر المخاطر بالنسبة للاقتصاد المصري وأن فيه تراجع في عائدات قناة سويس بحوالي 40% وأن هي بتتوقع أن الملاحة تنتظم وإرادات قناة سويس تنتظم بداية من النصف الثاني من العام المالي القادم اللي هو بداية عام 20-25 وأن عائدات السياحة ترتفع في العام المالي القادم بحوالي 6% وأن الاحتياط النقدي من مصر من النقد الأجنبي هيرتفع في نهاية عام 20-25 يتخطى مستويات 50 مليار دولار عن مستويات 53 مليار دولار تقريبا أما Standard Charter فبيتكلم عن أن فيه تحسن ملحوظ في السيولة من التدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة اللي ضخت حوالي 25 مليار دولار و20 مليار دولار من المحافظ الاستثمارات الأجنبية بإجمالي 45 مليار دولار وحصل تراجع في حوالي 80% من صافع عجز الأصول الأجنبية بعدما كان في حدود 29 مليار دولار وصل عند 4 مليار دولار وأن دلوقتي بيتوقع أن معادلات التدخم اللي هتصدر في شهر يونيو عن شهر مايو أن هي تتراجع عن أقل من 30% عند متوسط 29.18 مليار دولار هي توصل بحلول شهر يناير 2025 أقل من 20% وأن البنك المركزي هيبدأ الدورة التسيرية أو أن هو يخفض معادلات الفايدة ابتداء من شهر يوليو أو سبتمبر المقبل عن توقعاتهم عن سعر الدولار أمام الجنيه المصري بيتوقع أنه في نهاية عام 20-24 يبقى في حدود الـ 45 جنيه ونظرتهم إجابية بالنسبة للنمو الاقتصاد المصري بيتوقع أنه في خلال عام 20-26 يبقى في حدود الـ 4.5% ده كده بالنسبة لتوقعات الدكتورة هلا السعيد كانت صراحت أنه بالنسبة لمعادلات النمو في خلال عام المالي 20-23-24 متوقع أنها تبقى في حدود الـ 2.4% وأنه حصل تراجع في عائدات قناة السويس ما بين 60 و 65% في هذه الوقت نحن دلوقتي بقت صندوق النقد الدولي بقى لها يومين في مصر علشان بتعمل المراجعة الثالثة حسب البرنامج اللي تم وضعه وأنه هو متوقع أن تنتهي المراجعة دي في خلال نصف شهر يونيو عن اليوم 15 تقريبا اللي موجب بعد ما يتم المراجعة وتتم بنجاح إن شاء الله أن يتم صرف حوالي 225 مليون دولار كشريحة من القرد اللي تم منحه المصر بحوالي 8 مليار دولار وأن المراجعة الرابعة إن شاء الله هتكون في شهر سبتمبر المقبل وتنتهي في خلال 15 سبتمبر ده طبعا موعيد تقريبية بناء على التقدم اللي يتم في خلال المراجعات بالنسبة لسعر الدولار أمام جنيه المصري كان فيه ناس كتيرة منتظرة إن هو يتم خفض سعر الدولار أمام جنيه المصري بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة وزي ما اتكلمت مع حضراتكم هو مش المفروض إن كل المصادر الدولارية أو التدفقات الدولارية اللي تيجي يتم دخها في السوق بحيث إن هو نقلل من سعر الدولار أمام جنيه إحنا علينا التزامات إحنا كده فيه تراجع في عوقات قناة السويس وفي نفس الوقت إحنا فيه التزامات بنسددها يعني تم سداد 20% من الالتزامات اللي موجودة علينا على شركات البترول في شهر ميرس بحوالي واحد ونصف مليار دولار وفي شهر يونيو إن شاء الله هيبقى فيه 20% برضو هيتم دفعها مرة أخرى فإنت المفروض دلوقتي 50% من صفقة رأس الحكمة كما تم الإعلان عنه إن هو هيتم هيروح لسداد الالتزامات والديون اللي علينا وهيخفض من الدين اللي علينا في نفس الوقت برضو التروحات الحكمية اللي هتنفض هتخفض من الدين اللي موجود فمش كل دولار هيخش الاقتصاد المصري هيتم توجيهه بحيث إن هو يتم خفض سعر الدولار أمام الجنيه ده مش هيرقى صحي للاقتصاد يعني إن زي ما اتفاقنا فيه التزامات لازم يتم سدادها في نفس الوقت لازم يبقى فيه استقرار نوعا ما على سعر الدولار أمام الجنيه ما ينفعش إن أنا أروح مقلله بشكل كبير دلوقتي يجي سعر سداد للتزاماتي عندي نقص أو شورتش موجود في الدولار فبالتالي يروح سعره مرتفع بشكل كبير مرة واحدة لازم يبقى برضو فيه نوع من أنواع التوازن في السعر بدل ما يحصل تقلبات كديدة على الأسعار وده اللي أنا برد عليه أو إن تقرير بركز اللي صدرت بيقولك من دلوقتي ما فيهش مرونة في سعر الصرف لأن هو نطاق الجنيه اللي بيتحرك فيه ده يدل على إن هو مدار بس في نفس الوقت مهو ما ينفعش إن أنت تحط كل الدولار اللي جايلك في السوق علشان أنت تقلل سعر الدولار مش هو ده الهدف الهدف أن أنت تحافظ على استقرار الاقتصاد بمعنى أدق والسندوق عارف ده وكان بيتكلم أنه هو فيه حالات ممكن البنك المركزي هتدخل فيها لإدارة سعر الصرف زي اللي بتتم في الوقت الحالي وده شيء صحي وإيجابي في رأيه الشخص نيجي نتكلم بعد كده على الذهب والتقلبات اللي بتحصل عليه عالميا زي ما تكلمنا مع حضراتكم في اللايف الإسبوعي اللي بقاله أكتر من ثلاث سنوات على اليوتيوب المتقدمين فيه حضراتكم يوم الجمعة بعد الصلاة إن احنا دلوقتي الدهب متوقع أنه هو يكسر مستويات الالفين ربعمية ويوصل عن مستويات الالفين ربعمية واحد تلاتين والالفين ربعمية وخمسين وبالفعل الدهب مشي في الاتجاه ده لحد الفين ربعمية تسعة واربعين دولار للوقية وبتدى يتراجع حاجة بسيطة لحد مصادر محضر الفيدرالي الأمريكي اللي تكلمنا عنه يوم الاتنين اللي فيه وابتدى يحصل التراجع عادلة لأن المحضر نفسه بيدل على أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي لسه ما عندهمش ثقة أن معادلات التضخم هتتراجع بشكل كبير جدا وابتدى أن يبقى فيه أصوات كتيرة في الأعضاء الفيدرالي بيتكلموا أنه ممكن يحصل رفع لمعدلات الفيدة بخلاف تماما أو عكس اللي صرح به جيرون باول بعد الاجتماع السابق واجنفع تماما أنه هيحصل رفع لمعدلات الفيدة بس المحضر قال أنه لا فيه أعضاء صوتوا أنه ممكن يحصل رفع لمعدلات الفيدة في الفترة القديمة لو فضل بنفس الشكل ده وأنه لازم يعد أكثر من شهر المحضر تدل على أنه حصل فعلا مدى لمعدلات التضخم قبل ما يحصل خفض لمعدلات الفيدة وبعدما كانت الأسواق كانت تسعر أنه ممكن يحصل خفض لمعدلات الفيدة من شهر سبتمبر إلى ثلاث مرات في خلال العام الحالي فيه توقع تقليل أنه بخلص يشjet خفض لمرة واحدة فقط فقط في خلال سبتمبر أو ديسمبر وانه مش هيتم قبل مارس من عام عشرين خمسة وعشرين ده ضغط على الدهب بشكل كبير جدا وتراجع لوقت تصوير الحلقة عند مستويات الالفين تلتمية وستين دولار للوقية طيب ايه المتوقع بالنسبة للفترة القادمة المتوقع في بعض الاراء المحلمية توقع ان دي عملية التصحيح في نطاق العشرة في المية يعني ينزل عند مستويات الالفين مية وستين دولار بس انا في رأيي الشخصي ان ده اعتمد بشكل كبير جدا على البيانات الاقتصادية لان الاسبوع ده هيبقى مليئ بالبيانات الاقتصادية المهمة اللي هتأثر بشكل كبير على الذهب سواء بالاجاب او السلب على حسب البيانات اللي هتصدر اول حاجة النهاردة طبعا معدلات مطالبات البطالة وفي نفس الوقت هيصدر مؤشر اسعار المنتجين الخدمي والصناعي بالنسبة ليوم الثلاث هيبقى مؤشر طاقة المستهلكين يوم الخميس هيبقى بيانات الناتج الاجمالي المحلي ويوم الجمعة مؤشر اسعار دفقات الاستهلاك الشخصي ده اللي بيعتمد عليه البنك الفيدرالي الامريكي والمؤشر المفضل لدى الفيدرالي الامريكي كل البيانات دي لو حصل انها صدرت اعلى من التوقعات ده مش هيبقى في صالح الذهب تماما وهيحصل وجوع كبير على اسعار الذهب ويوصل عند مستويات الالفين متين وستين دولار للوقية ده على اقل تقدير في نفس الوقت لو البيانات دي صدرت اقل من التوقعات ده هيدي زخم للذهب ان كده ممكن يحصل خفض المعدلات الفايدة قريبا من الفيدرالي الامريكي واكتر من مرة في خلال العام الحالي فيبتدي يتاجه مرة اخرى الى المستويات الالفين ربعمائة وواحد تلاتين ثم يحاول المستوى المقاومة الالفين ربعمائة وخمسين ده ببساطة ايه المتوقع بالنسبة اللي ادها في الفترة القادمة وطبعا هنتابع بيانات المقتصد الامريكي اول باول مع التوترات الجي سي سي اللي بتأثر عليه بشكل كبير نيجي بقى نتكلم على البورسة المصرية وبرده زي ما اتكلمنا في اللايف اللي فات ان هي هتبقى في نطاق اعلى من اللي كانت يتم التداول عليه قبل كده بين مستويات الاربعة وعشرين والستة وعشرين وانه هيطلع لنطاق ما بين الستة وعشرين والتمانية وعشرين بالفعل هو استقر في خلال اسبوع ده فوق مستويات السبعة وعشرين الف نقطة للمؤشر التلاتيني صدرت مذكرة بحثية من العرب الافريقي للاستثمارات المالية بتقول ان هو دلوقتي المتوقع بالنسبة للمؤشر التلاتيني على اسوأ التقديرات انه يرتفع بنسبة ستة في المية وبالنسبة للتقديرات الاساسية العادية انه يرتفع بحوالي تمانية وعشرين في المية انت بتتكلم في نطاق ما بين التمانية وعشرين الف والستمية وما بين الخمسة وتلاتين الف وانه على افضل سيناريو لو حصل عوامل ايجابية كبيرة جدا في خلال الفترة القادمة ممكن يوصل عند مستويات الواحد واربعين الف وتسعمية ده بالنسبة للمؤشر التلاتيني اجمالا زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم متوقع ان يحصل ارتفاعات في البورسة المصرية في خلال العام الحيلي بس ده كل ده بيعتمد على بيانات الاقتصاد المصري وعلى الاخبار الاجابية للتصدر ونتاج عمال الشركات اللي بتعزز او بمعنى اصح اللي صدرت على اساسها المذكرة البحثية للعرب الافريقي ان النتاج عمال الشركات كانت قوية بشكل كبير جدا ومتوقع ان يحصل ارتفاعات على الاسهم بتاعتها في خلال الفترة المقبلة الاداء العام بالنسبة للبورسة المصرية اتجاه صعد ان شاء الله في العام الحالي ومتوقع ان الحقيقة ما يكسب يجي عشان كده كنت دايما بقول لحضراتكم ان الترجعات اللي بتحصل في الفترة السابقة حضرتك ما تقلقش وانت ما تستردمش لان دول مضاربة الاستثمار في البورسة من المتوسط الى طويل الاجل لما طبيعي يحصل ترجعات ويحصل ارتفاعات فما تخليش فترة الترجعات تخليك يبقى فيه نوع من انواع التدبدب ان انت ممكن تتخارج ويحصل خسائر بالنسبة لحضرتك وفي نفس الوقت لما يحصل الارتفاع بعد كده ده ممكن انت تخسر الارتفاعات الى ممكن والمكاسب اللي تقدر تحققها في الوقت الحين ده ببساطة ملخص ايه اخر الاخبار والتطورات واجتماع لاجنة السياسات النقدية في البنك المركزي وبالنسبة لأسعار الذهب عالميا والمتوقع بالنسبة للبورسة في خلال العام الحين كل الكلام ده برضو هننقش واسئلة استفسارات وحضرتكم تسجوها لي في التعليقات وهنتكلم عنها بتفاصيل اكتر في البث المباشر غدا ان شاء الله الساعة 2.5 الدهر وانتظر في تعليقات حضرتكم توقعاتكم بالنسبة للبورسة في الفترة المقبلة والأسعار الذهب عالميا وده كانت حلقة النهاردة من المصرفي ياربكم اقدرت افيدكم بالموضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اشترك لكم مشارات الحلقات الجديدة ولو الحلقة عجبتك دوس لايك واعمل شير عشان ناس تقدر تستفيد واذا ما عجبتكش دوس دوس لايك وقل لي السبب في التعليقات يهمين ان انا عرف رأي حضرتك واشوفكم على اخير محمد رجل